اشتركوا في القناة يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات وأبرز مشروع القرار أن الجمعية العامة تدعم مسلسل المفاوضات بهدف التواصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن جميع الأطراف تقرير في الموضوع لمحمد نوار هو توافق إذن في قضية تأخذ من رمال الصحراء سخونتها شبه الدائمة توافقا بدى جليا في مسادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت على مشروع قرار حول الصحراء يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات النص يدعو بالحرف دول المنطقة إلى تعاون بشكل كامل مع الجهود المبدولة تحت إشراف الأمم المتحدة ومع بعضها البعض بغية التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء القرار يدعو أيضا الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات مكثفة مع مراعاة الجهود الحديثة والتطورات التي تحققت منذ سنة 2006 لضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك مسعى مجلس الأمن منذ اعتماد قراره رقم 1754 لسنة 2007 في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته القاضية بمنح عكم ذاتي للصحراء والتي حظيت بترحيب من الهيئة التنفيذية ومن قبل المجتمع الدولي برمته باعتبارها مبادرة جدة وذات مصداقية للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ونوه سفير المغرب في الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي في تصريح صحفي عقب المصادق على هذا القرار بتطابق وجهات نظر الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن دعم مسلسل المفاوضات التي انطلقت بتقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي وأضف أنه من خلال تبنيها لقرارة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تؤكد الجمعية على وجاهة وصواب مبادرة الحكم الذاتي الرامية إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في إيجاد حل متوافق بشأنه لا غالب فيه ولا مغلوب وأبرز أنه بموجب هذا القرار تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذات الوقت بضرورة إحصاء سكان مخيمات تيندوف تبقى للقانون الإنساني الدولي والاختصاص المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأجدد السفير من جهة أخرى التأكيد على استعداد المغرب للعمل الجاد من أجل إحياء مسلسل المفاوضات على أسس واضحة وسليمة كما أكد على ذلك مجلس الأمن باستمرار ومنذ خمس سنوات في نفس السياق جددت الولايات المتحدة تأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء جدي وواقعي وذو مستقية ويمثل مقاربة قادرة على تلبية تطلعات ساكنات الصحراء في تدبير شؤونها الذاتية في سلم وكرمة وجاء ذلك في البيانة المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الذي انعقد في الثالث عشر شتنبر الماضي بواشنطن والذي نشر اليوم الاثنين قد سجل في هذا الصدد أن سياسة الولايات المتحدة إزاء الصحراء ظلت ثابتة منذ عدة سنوات اعتبرت صحيفة جونافريك في عددها الأخير أنه إذما أراد الصحراويون إنجاح الرهانة المتمثل في إقرار الحكم الذاتي فعليهم أخذ مستقبلهم بيدهم واغتنام الفرصة التي تتيحها الأوراش المفتوحة وكذل جهود الجبارة المبذولة من قبل المغرب في أقاريمه الجنوبية وكتبت الأسبوعية الإفريقية في تحقيق حول نماذج من النخبة الصحراوية الجديدة أنه إذ كان المجتمع يرغب في إنجاح رهان الحكم الذاتي الداخلي الذي وعد به صاحب الجلال الملك محمد السادس فليس لديه من خيار إلا تحمل مسؤوليته كاملة اليوم وبالداخل تسعة أفراد من أربع عائلات صحراوية قرروا البقاء بشكل نهائي بها بعد انتهاء مدة الزيارة السادسة والثلاثين التي جاءوا من خلالها من مخيمة تيندوف إلى إقليم وادي الذهب هذه الزيارة شهدت بقى أكبر عدد من الأفراد منذ انطلاق الزيارات العائلية سنة 2004 عدد يبين مدى سوء الأوضاع بالمخيمات في الفترة الحالية خصوص عن المزيد مع محمد ترزي ومحمد يداس في الروبورتاج التالي أحمد يحيى ولد الناجم من قبيلة مولاد داود رفقة زوجته وابلته قرروا البقاء بعد قدومهم إلى الداخل في إطار الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار لم يأتي من العدم فبعد لقاء الأهل والأحباب والإحساس بدفء العائلة والوطن والتعرف عن قرب على تفاصيل التقدم وتطور الذي عرفت لقالم الجنوبية رفضت هذه العائلة الرجوع إلى مخيمة تيندوف وقررت البقاء بشكل نهائي هنا بالداخلة جيت هنا تياها ووعد دولتي ووطني ووعد والدتي هنا تياها وزيانة عندي كذا كان مني عملون شر الهنات وك Columbus behave diskutية مع دولتي ووالدتي ليسر عنها JAMESTCN الحند لله القلهم عشعبنا الحند لله ووطننا الحند لله وطنشنا القلهم عشعبك لمكنانا عرفوا الحند لله عندنا عرفوا الحند لله متاخلى أشعجبك فيها بضبط كاملة زين اللي شفتانة ونطلب عند الله تبارك وتعالى الله يجمع شمنا احنا واخوتنا واخواتنا والمؤمنين كاملة فطننا سلام ولد علي ولدابة من قبيلة سكرنا مع ابنه وابنته اضافة الى اخته ميمونة بنت علي ولدابة وابنتها اما بنت حمد والعمار من قبيلة سكرنا ايضا لم تطوعهم مشاعرهم ولا عقولهم في مغادرة ارض الوطن بعد قدومهم اليها في الزيارة السادسة والثلاثين من الزيارات العائلية الى الداخلة من مخيمة تيندوف فجاء قرارهم في البقاء مع اهلهم وذويهم لأسباب يرون بانها منطقية حتمالي ادركتها من زال غاية الحياة وذكرتها عنده اسمح لي واجبرت ودك ويكيد اتراعه بين عينكم وضعه وحاله والهل يبغي نحرك عنه انه عدلنا مولانا لكن معدله اجعله خير فريحين تماما ملقى الدنيا وبعودتهم الناس المين وبان الله سبحانه وتعالى مدفع والدنا له وجدنا حين يجبره لقيد الحياة وحامزين وشاكرينه ومن قبيلة ولاد لي مولاد تقدي مبارك ولد محمود ولد برهي قرر البقاء الى جانب والده محمود ولد برهي ولد سالم الذي عاد منذ سبع سنواته قرار العودة الى ارض الوطن بشكل النهائي من طرف محمود ولد برهي كان حبيس الفكر لصعوبة النطق به ومع دخوله الى الدخلة صرح بما لم يستطع قوله او تطبيقه آنفا وجايت الاهلي ومع انطاغتي وبلد حريتي اللي بغيت نقول فيها نقول قررت انا جاي قلت لك مقررها من هو يغير من لش مبيني انا وضامري ما يعني ما علم بها مولانا شفت وعند مني جيت وانطرحت مشكلة عني باقي نبقى شفت حسيت علاني اني قايسبوه ووطني وياكسمت وباقي نبقى فيه وقاي نقعد فيه وحامده مولان على النهار لجانا وشفنا فيه وجالبوه وخوته وحبابه يا ربي رانا حامدنا كانت ليه تقعد عائلته كاملة عنده شو عنده فكرة كانت عنه تقعد يا غير منين جاوا خرصوما لاشي من العليات وعندهم التركة الصغار هو اللي عندهم جاوا ملي الله العليات هون منين شافوهما قالوا احنا ما نقدونا اطرحوا عارنا كامل على ذي القبيلة لين يجيبونا ويستغر وذيك الساعة عنده ورح ننجو ذالله ذا هو بعد اللي بهم قالوا عنه جابروا الحرية التامة والسدروا كيف كانوا استقبلتوا منها استقبال زي عائلات وافراد تقرر البقاء بشكل نهائي بعد قدومها الى لقالم جنوبية في اطار الزيارات العائلية واسباب قرارات البقاء تعطي فكرة اكثر وضوحا عن الحال هناك بالمخيمات والحال هنا بالقالم الصحراوية بالعيون نظمت صباح اليوم دورة تكوينية في المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز او التمييز الدورة استفاد منها اعضاء اللجان الاقليمية لحقوق الانسان بالاقاليم الجنوبية دورة تدريبية ستستمر الى غاية السادس عشر من الشهر الجاري في المتابعة ساركو زوبيرو عبدالله المحمود اول تساول خلال هذا التدريب هو لماذا الاهتمام بمسألة المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد النساء الجواب كان بديهيا لكون هذه المساواة تعتبر اساسا لصول الكرامة الانسانية وللحماية والنهوض بحقوق النساء الاساسية دورة اكدت على اهمية مكافحة التمييز ضد المرأ كشرط مسبق واساسي لتحقيق رهانات الديمقراطية والحكامة الجيدة وكذا العدالة الاجتماعية والتنمية ومن اجل ايضا يعني الاطلاع بشكل مباشر على هذه الاليات تأتي هذه الدورة التكوينية من اجل الرفع من قدرات السيدات والسادة الأعضاء للجان الثلاث لجهات الجنوبية فهذه الدورة التدريبية لبنوان الحقوق النسانية للنساء ومناغضة التمييز وجاءت في يعني تلبية تنفيذ المرنامج المجلس الاطلاع للحقوق النسان في تكوين الليجان الجهوية اليمنى حضر هذه الدورة التكوينية من اجل تعريف بهذه الحقوق النسائية من اجل تعريف بها بالنسبة لا بالنسبة لا بالنسبة اعضاء الليجان الجهوية ولا بالنسبة للنساء بصفة عامة وايضا هي في اطار التواصل والتشاور حول وضعية حقوق الانسان حقوق النساء بصفة عامة الدورة التدريبية لفائدة الليجان الاقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق النسان ناقشت اشكالية عدم القضايا على التمييز بين الجنسين والمبنى على النوع باتباره يشكل تهديدا لباقي الحقوق الانسانية المتعارف عليها والمبادئ والحريات الاساسية مناسبة ابرزة التطور الحاصل على مستوى التشريعات واهميته في النهوض بهذا المبدأ السامي هناك ايضا الفصل التعطاش اللي تنص على المساواة بين النساء والرجال والذي يتحدث عن إحداث هيئة من أجل المناصفة ومكافحات التمييز تشكل النساء نصف سكان العالم ويمثل 75% من الفيات التي تعيش بها قل من دولار واحد لليوم وينتلكن 1% من الأرض ورأس المال تقوم النساء ب67% من ساعات العمل ويحصل على 10% من الدخل العالمي إلى إقليم طاطا ومشروع التطهير والصرف الصحي هذا الورش الذي يروم تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لساكنة المحلية مشروع يجري تنزيل تدخلاته بدعم من العديد من الشركاء بما فيهم بلدية أقدر الفرنسية التي انخرطت في هذا الورش التلموي تفعيلا لشراكة مع بلدية طاطا أعضاء من هذه البلدية الفرنسية توقفوا على سير إنجاز هذا المشروع حافظ محضار وخالد التركزي خمسون مليون درهم قيمة الاعتمادات المالية التي رصدت لإنجاز مشروع التطهير والصرف الصحي بالعديد من الدواوير القروية بإقليم طاطا مشروع يسعى ساسا إلى محاربة مصادر الأوبئات والحفاظ على صحة الساكنة المحلية وحماية المجال البيئية بلدية طاطا ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى بلدية أكدا الفرنسية شركاء في هذا المشروع الذي سيكون له قنيجاب على المنظومة الإيكولوجية بالمنطقة تطهير كان في بلدية طاطا ولكن كان في المركز ولكن دواو التي دير بها اسمته والدوار فيهم الربعين دلماء والأحطة في المنظومة سيكون قدوس فلن يكون أماراد تقريبا تقريبا سيطلع 50 مليون درهم و30% سيكون قبل آخر السنة لنبدأ في هذا وكالة التنمية الجنوبية ووزراء الداخلية ووزراء لنخرج لنخرج قبل 2015 سيكون سيمكن هذا المشروع من ربط دواوير إقليم تاتا بشبكة الصرف الصحي وذلك بتمويل من بلدية أقد وطاطا ومختلف الشركاء الآخرين مما سيمكن من توفير أجواء الصحية للساكنة وكذلك الحفاظ على الفرشة المائية للمنطقة ونحن فخورون بذلك مساهمة فرنسية تأتي تفعيلنا لمضامن اتفاقية التعاون اللامركزية التي ابرمت في العام 2009 بين بلدي تيطاط وأقد الفرنسية من أجل تعزيز التعاون بين المدينتين في مجالات حيوية زيارة الوفد الفرنسي توجد بتسليم حافلة للنقر المدرسية بغية تشريع تمدرسي ومحاربة الهدر المدرسي بالإقليم وبخليج ودي الذهب وانطلاقا من وسط المدينة حملة نظافة تحت شعار بيئتنا تقام تخليدا لليوم العربي للبيئة الذي يصادف الربع عشر من شهر أكتوبر من كل سنة الحملة البيئية التحسيسية التي أشرفت على تفاصيلها منسقية خليج الداخل للعمل الجمعوي حضر بعض من أطوارها والجهة وبعض المسؤولين المدنيين والعسكريين المزيد مع محمد الرزي ومحمد يدس من وسط مدينة الداخل إلى النقطة الكيلومترية السبعة عشر عبر الخليج زوارق مطاطية تقل عدد من النشطاء في الحقل البيئي هدفهم إنجاح حملة نظافة من الداخل إلى شاطئ بطلحة الحملة هذه عرفت مشاركة عدد من الفاعلين في النسج المدني برجها إضافة إلى نشطين في ميدان حقوق الإنسان وبعض الممثل وصرة التعليم يتقدمهم أفراد من الوقاية المدنية أهداف الحملة التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة وتوعية الساكنة إلى خطورة الإضرار بها وهذا يهدف إلى تحسيس المواطنين من جل الحفاظ على البيئة وأيضا المصطافيين ومن خلالهم الرأي العام أن يجب علينا أن نحافظ على هذا التنوع البيولوجي الذي يحصل إلى البيئة تبعت برسالة أساسية وهو أن المحافظة على البيئة قضية جماعية ومجتمعية وأكيد أن مستقبل البشرية هو في الحماية على البيئة مما يقتضي من الجميع الإنخراط المواطن والمسؤول في المحافظة على البيئة الجميع يضافر جهوده من أجل بيئة سليمة خصوصا ونحن نعيش في خالج الداخل وهو خالج يعني عنده بيئة هشة وبالتالي يجب أن نحافظ علىه ونحافظ حتى على التنوع الإيكولوجي الذي لا نحبان به الحملة الجماعية هاته عرفت إلقاء كلمات وتوزيع شواهد تقديرية تحفيزية على الراشطين بالحقل البيئي بالجهة رشاط البيئي إسعى من خلاله المنظمون إلى التأكيد على أهمية البيئة في حياة المواطن بجهة ودى ذهب القويرة في ذكر اليوم العربي للبيئة بيكريميم وإحياء لليوم الوطني لمحو الأمية نظمة المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية ندوى حوارية تناولت محاورها موضوع تجربة برامج محو الأمية بالجهة الإنجازات والأفاقة مشاطنية تزامن مع انطلاق دروسه محو الأمية بالمساجد التي تشرف عليها هذه الدائرة الدينية الندوى سلطة الضوء كذلك على الأهداف العامة لانطلاق البرنامج الوطني الذي سام في محو أمية العديد من المستفيدين في الشانية الاجتماعية وفي مسعى لتوفير المناخ الملائم لبناء شخصية الطفل وتنمية قدراته الحسية والذهنية أشرفت جمعية النمار الأعمال الاجتماعية واليدوية بالطنطان بتنسيق مع الجمعية المغربية لأصدقاء من اللوازم المدرسية والملابس على أطفال التعليم الأولي برياضية الأطفال التابع للتعاون الوطني تم يوم أمس بجماعة فم الواد القروية تأسيس فرع محلي للشبيب الحركية الجمع العام حضره عدد من أطر حزب الحركة الشعبية وشباب الحزب حيث تم انتخاب منسق ومكتب محليين تحضيراً للمؤتمر العام للشبيبة الحركية ببوزنيقة دجمبر المقبل في المتابعة محمد فاضل أبو الحسن ونيمان مغيفري تحضيراً للمؤتمر العام القادم للشبيبة الحركية ببوزنيقة تم انتخاب منسق محلي لجماعة ثم الواد ومكتبه كلمات نلقيت خلال اللقاء صبت جلها في ضرورة استثمار الفضاءات والمؤسسات الحزبية لعمل شبابي على العمل السياسي تحضير للمؤتمر العام الذي سيقام في بوزنيقة لمنظمة الشبيبة الحركية ارتأت الكتاب الإقليمية للشبيبة الحركية بالعيون أن تؤسس المؤتمر العام المؤتمر التأسيسي لمنظمة الشبيبة الحركية الكتاب المحلية في الملواد نتمنى أن نعود عند حصن ظن للشباب في الملواد اللي وضع تيقته فيها واللي نتمنى من الله وصل رسالته للمكتب التنسيقية العيون جمع عام تأسيسي يأتي تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مختلف الجماعات المحلية بالعيون التي سيتم وحسب مسؤولي الشبيبة الحركية إقليميا انتخاب مكاتب لها لاحقا أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين عن آداء مسبق لمعاشاته شهر أكتوبر الجاري لكافة المستفيدين عبر التحويل البنكي وذلك بمناسبة عيد الأضحى وأوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه قرر بصفة استثنائية صرف آداء المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر ابتداء من الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وأضاف أن هذا الإجراء يجسد رغبة الصندوق في إرضاء تطلعات مؤمنية عبر مشاركتهم فرحة العيد تكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي وفيما يلي آخر مستجدة الأقليم الجنوبية لتقرير الزميل السلك بوجدور من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء إن شاء الله لنتابع نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم المغربية التي تخبرنا بأنه جرى تعيين زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أميرا جديدا للتنظيم في منطقة الساحل والصحراء خلفا لنبيل المخلوفي الذي توفي في اجتمبر الماضي ومعروف بأن هذا التنظيم مقرب من البوليساريو وذكرت أخبار اليوم المغربية بأن مجموعة من عناصر التنظيم الارهابي في منطقة الساحل والصحراء المقرب من البوليساريو يتخذون من الجزائر مقرا لهم يومية المساء عادت تسلط الضوء على قضية محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ود العبد العزيز وذكرت اليومية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء بأن المعارضة الموريتانية طالبت اليوم الاثنين بتسلط الضوء على ظروف إصابة الرئيس الموريتاني بالرصاص في نواكشفوط في حادث قالت الرواية الرسمية إنه وقع خطأا مع وحدة من جيشه ودعت تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تضم عشرة أحزاب في بيان السلطات والقضاء إلى كشف الملابسات المحيطة بالحادث وابطلاع الموريتانيين عليها وأضفت المساء بأن التحالف من أجل العدالة والديمقراطية المعارض والذي يوجد خارج التحالف طالبه أيضا بفتح تحقيق في هذا الحادث الذي عرض حياة الرئيس الموريتاني للخطر وذلك بعد أن أصيب بالرصاص يوم السبت الماضي على بعد أربعين كلمترا من مدينة نواكشفوط وفي موضوع ذات صلة كتبت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء طالبت المعارضة الموريتانية اليوم الاثنين بإلقاء كل الضوء على ظروف إصابة الرئيس الموريتاني محمد ودي العبد العزيز بالرصاص في نواكشفوط في حادث وقع خطأا مع وحدة من جيشه كما أفادت الرواية الرسمية وذكرت الأحداث المغربية بأنه إلى جانب المعارضة هناك مجموعة من الأصوات أدانة الحادث الذي وقع يوم السبت ومن صحيفة هسبريس الإلكترونية نختم جولتنا الصحفية عبر أبرز المستجدات الوطنية وجاء فيها أن مجموعة من مسلحي تنظيم البوليساريو أقدموا على إجراء تداريب عسكرية بأساليب حروب العصابات واستخدموا فيها ذخيرة حية انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مقبولا جرينباح عن سن تنازو التسعة والسبعين سنة الفقيدة تنتمي لقبلة إيد الحسن إيد سعد تغمض الله الفقيد بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته ولا مذوية الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون والآن نصل مشاهدنا الكرام للفقرة اليومية الخاصة بأحوال التقسي بأقاليم جنوبية حيث ستكون السماء الصافية إلى قليلة السحب فوق مجموع المنطقة درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 17 درجة باسمارة و25 درجة بأوسر في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 درجة بأوسر و22 درجة بسيدي إفني حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج إلى قليل هائجان بعمومية السواحدية الجنوبية شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة السادسة و56 دقيقة أما الغروف سيكون في حدود الساعة السادسة و18 دقيقة مساء إن شاء الله درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 32 درجة بن واكشوت 26 درجة بن وذيبو 33 درجة بيتيندو 37 درجة بن رابوني مع تسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباق في نهاية هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدين الكرام أنه يمكن بمن فاتتهم متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذا عطي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارة موقع المجلس الملكي لاستشارة للشؤون الصحراوية كما يمكن لمشاهدين الكرام متابعة نشرة الأخبار والجديدة لبرامج عبر الآيفون وهواتف الاندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجهوية من الأبل ستور وغوغل بلاي كما تلتقون غدا على الساعة الرابعة والربع مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية مباشرة بعد هذه النشرة تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج الفضاء الرياضي فرجة ممتعة مع بقية برامجنا وإذا الملتقى بحولنا موسيقى